في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو سيدنا أيوب بن موس وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام كان أيوب رجلا صالحا أعطاه الله سبحانه وتعالى الكثير من المال والأهل والولد وكان لديه من الأنعام والماشية والعبيد الكثير وكان بارا بأهله محبا للخير يحل الخلافات بين الناس ويرعى شؤونهم لي في ذمتك مئة دينار لا والله لقد دفعتها لك لا تكذب يا رجل تدخل سيدنا أيوب عليه السلام ليفض الخلافة فقال أنت اذهب في حال سبيلك وأنت يا رجل سأعطيك المئة دينار من مالي تعجب أحد الناس الحاضرين مما فعله أيوب عليه السلام فسأل يا أيوب لماذا تدفع هذا المال للرجل فقال له سيدنا أيوب عليه السلام إني أكره أن يحلف الناس بالله في خصوماتهم هذا يدل على مدى ورعه وحبه لله أحسنت يا أحمد أحسنت مرت الأيام وبعد زمن فقد سيدنا أيوب عليه السلام ماله ومات أولاده وأهله إلا امرأته وأخوان له إثنان وفقد متاعه كله وهذا ابتلاء من الله تعالى لعبده أيوب حتى يمتحن مدى تحمله وهل يكون صابرا في الضراء كما كان شاكرا في السراء حاول الشيطان إبعاد أيوب عن عبادة الله إلا أنه ازداد تمسكا وحبا لله وإيمانا به ثم أراد الله أن يزيد الابتلاء فأصاب المرض سيدنا أيوب عليه السلام ولم يبق عضو منه سليم إلا قلبه ولسانه فامتلأ جسده بالقروح والدمامل وأصبحت الرائحة النتنة تخرج منه فكرهه الناس وابتعدوا عنه وفي نهاية الأمر أخرجوه إلى مزبلة خارج البلدة ظل أيوب عليه السلام صابرا محتسبا مؤمنا بالله وكان الله قد أبقى له زوجة صالحة ظلت تخدمه وترعى شؤونه وكانت تخدم في البيوت كي تطعمه لم يتعب الشيطان من محاولاته لعله يوقع أيوب في الخطأ عندما تأكد أنه لا سبيل له عليه تمثل الشيطان لزوجة سيدنا أيوب عليه السلام على هيئة رجل وقال لها لقد كنت في عز ومال وجاه مع زوجك ولديكما من المال الوفير والخدم الكثير ودواء زوجك هو أن يدعو ربه بأن يرفع عنه البلاء فاطلبي اطلبي منه ذلك وماذا كان رد زوجة سيدنا أيوب يا جدي؟ ذهبت إلى سيدنا أيوب بعد أن أقنعها الشيطان وقالت له يا نبي الله ادعو ربك أن يكشف عنك الضر والبلاء فإن الله لا يرد دعائك فأجابها سيدنا أيوب عليه السلام لقد عشت سبعين سنة صحيح الجسم في عز وجاه مال كثير وخدم وأبناء أفلا أصبر على ما أنا فيه سبعين سنة أخرى حزنت زوجته كثيرا ولكنها لم تستطع أن تثنيه عن عزمه أصبح الناس يتجنبون خدمة زوجة سيدنا أيوب لهم خوفا من العدوى وطرقت كل باب للعمل إلا أن الأبواب كانت موسدة أمامها أرني ضفيرتك قالت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام ها هي الله ما أجملها هل تبعينها بهذا الطعام أطرقت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام حزينة فليس لها مخرج مما هي فيه سوى بيع ضفيرتها جاءت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام لنبي الله بالطعام ما قد عملت لدى بعض الناس ساورت الشكوك نبي الله أيوب وقال لزوجته والله لا آكل منه حتى تخبرين الحقيقة ولقسمه كشفت زوجته عن رأسها فإذا به حليق حزن سيدنا أيوب عليه السلام حزنا شديدا كان لسيدنا أيوب أخوان فجاء يوما فلم يستطيعا الاقتراب منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا فجزع سيدنا أيوب من قولهما جزعا لم يجزعه من شيء قط قال سيدنا أيوب وهما يسمعانه اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائعا فصدقني فصدق من في السماء سيدنا أيوب وأخواه يسمعان ثم قال سيدنا أيوب اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني فصدق من في السماء فصدق من في السماء سيدنا أيوب وأخواه يسمعان ثم خر لربه ساجدا وقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم استجاب الله لدعاء نبيه الصابر سيدنا أيوب وكانت زوجته ليست عنده بعد ثماني عشرة سنة من الابتلاء أمر الله سيدنا أيوب عليه السلام بأن يضرب الأرض بقدمه فانفجر منها الماء البارد فاغتسل منه وشرب وأذهب الله عنه البلاء والمرض فشفيت جروحه واندملت قروحه وعاد كما كان سليما معافا بإذن الله سبحانه وتعالى وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى سيدنا أيوب وجلس في ناحية وجاء امرأته فلم تعرف فقالت يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كانها هنا وجعلت تكلمه ساع فقال لها ويحك أنا أيوب قالت أتسخر مني يا عبد الله فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي لقد دعوت ربي فاستجاب دعائي وكشف عني الضر والبلاء رد الله سبحانه وتعالى لنبيه الصابر الشاكر مالا وولده وكثرهم له وعاش بعد شفائه من مرضه سبعين سنة وكان مثالا يضرب في الصبر على البلاء إلى يومنا هذا نعم يا جدي إن هذا المثل يقول يا صبر أيوب أحسنت يا أحمد أنت فتى ذكي إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر يا جديد أحمد الإشتراكي ترجمة نانسي قنقر متحمد نعم ترجمة نانسي قنقر